أقامت كتلة الوحدة الدستورية كود مساء أمس ندوة حول إيجابيات وسلبيات قانون الإعلام الإلكترونية المشاركون في الندوة رأى عدد منهم أن القانون الجديد به بعض المواد التي تقمع الحريات قانون اليدين قانون الإعلام الإلكتروني وهو المشروع بقانون هذا القانون بحاجة ماسة إليه لكن في بعض الأمور التي تعتبر تسبب قمع الحريات بطريقة ما ويحتاج إلى تعديل المادة الأساسية التي بالنسبة لي مهمة هي المادة الرابعة المادة الرابعة حددت المواد التي على أساسها ينطبق عليهم قانون الإعلام والنقطة الثانية التي حالت أنه ينشر محظورات أكيد سينطبق علي القانون بس بشكل عام حسب ما صرح وزير الإعلام فأن التواصل الاجتماعي لا ينطبق علي قانون الإعلام حساباتنا الخاصة لا ينطبق عليها إلا إذا نزلنا أخبار ونزلنا أمور من الأمور المحظورة والتي يمنعها القانون